من القاهرة يلتحق بنا مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق دكتور فوزي العشماوي دكتور فوزي أهلا بك معنا بداية ما الذي تمثله لكم هذه الزيارة لولي العهد ودلالتها كذلك أهلا أستاذ حسن صباح الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل أشقائنا بالمملكة العربية السعودية نحن نسعد ونشرف بزيارة هامة جدا جدا لسموه ولي العهد زيارة أتصور أنها ستكون زيارة فارقة وستكون النتائج ما قبلها وما بعدها نتائج مختلفة كثيرا الزيارة تأتي في إطار ترسيخ المحور الاستراتيجي المستقر والدائم والمتصل في النظام الإقليمي العربي وهو المحور المصري السعودي الزيارة لافتة أن تكون هي الزيارة الأولى لسموه ولي العهد خارج المملكة بعد توليه ولاية العهد الزيارة لا تقتصر على ملفات سياسية واستراتيجية وتعاون اقتصادي واستثماري وإنما أيضا تتضمن أبعاد ثقافية وأبعاد دينية وأبعاد اجتماعية مهمة كما نشاهد على الصور مصاحبة ولي العهد للرئيس السيسي في تفقد المشروعات يعني أن كل ما يهم مصر وكل ما يؤدي إلى استقرار ونمو مصر هو يهم السعودية ويساعد في ترسيخ واستقرار السعودية المحور المصري السعودي هو حجر الزاوية في النظام الإقليمي العربي إذا تلفتنا حولنا سنجد أن معظم القوى الفاعلة في الوطن العربي تم بصورة أو بأخرى للأسف الشديد تحيدها أو الإضرار الفادح بها سواء تحدثنا عن العراق أو تحدثنا عن سوريا وهكذا فلم يتبقى في النظام الإقليمي العربي قادرا على التأثير وقادرا على قيادة السفينة بحكمة إلا مصر والمملكة العربية السعودية ولي العهد الشاب يأتي بأفكار هامة وبتوجهات كثيرا مختلفة وبرؤية شاملة ليس فقط لوطنه السعودية وإنما للوطن العربي كله وللمنطقة وبالتالي زياراته وتنصيقه مع شقيقه الرئيس السيسي قبل أن يقوم بالزياراتين المهمتين للمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقبل الانعقاد المهم للقمة العربية في الرياض يعني أن التنصيق بين البلدين على أعلى مستوى وهذه الزيارة هي تأتي امتدادا للزيارة المهمة جدا التي كانت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للقاهرة والتي أرثت أسسا مهمة ويجب أن نقول كلمة صريحة أنا أقولها كمواطن مصري ولست كمسؤول فقط وإنما كمواطن مصري لو لا الدعم والوقوف السعودي وراء مصر ومع مصر وخلف مصر في المرحلة الحارجة في عام 2013 و2014 لا تغيرت مسارات كثيرة في مصر وفي المنطقة كلها وبالتالي لا ينسى الشعب المصري ولا تنسى القيادة المصرية المواقف السعودية وأتصور أيضا أن الشعب السعودي يدرك جيدا مدى الالتزام المصري قيادة وشعبا بأمن السعودية وأمن الخليج وأمن الأماكن المقدسة وقبلة الوطن العربي والعالم الإسلامي كله في المملكة العربية السعودية يعني من المعروف أن مصر والسعودية هما دولتان الأكبر والأهم كذلك في المنظومة العربية كيف تنظروا لهذه الزيارة هذه اللقاءات قبل إنعقاد القمة العربية في الرياض هذه الزيارة تعني أن البلدين يريدان الدخول إلى القمة العربية بأجندة مشتركة وبرؤية مشتركة هذه الرؤية أبعدها أولا وضع أسس لمحاربة الإرهاب وترجمة النقاط الثلاثة عشر التي وضعتها الرباعية العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين موضع التنفيذ وأتمنى شخصيا ويتمنى معظم العرب أن توضع هذه البنود كجزء من منظومة النظام الإقليمي العربي بحيث أن يتم تكفيف منابع الإرهاب في المنطقة كلها وبحيث تتفرغ هذه المنطقة للطموحات التنموية وطموحات التعاون المشترك فإذن المحور الأول وهو محور تكفيف منابع الإرهاب المحور الثاني هو محور كيفية مواجهة التحديات الكبيرة والمشاكل والقلاق التي تحدث في اليمن نتيجة التدخلات الإيرانية وفي سوريا نتيجة التكالب الدولي والإقليمي على هذا الوطن الجريح أيضا البلدين مؤكد يهمهما التنسيق المشترك فيما يتعلق بالملف الليبي الذي لمصر فيه مبادرات مهمة هو والملف السوري وأيضا أتصور أن البلدين سيكون لهم رؤية مشتركة في هذه الملفات وأنا أتصور أن وجود البلدين معا في هذه المرحلة الفارقة والفاصلة وجود هام ومؤثر وسيكون هو بمحور التوجيه لدفة النظام والعمل العربي المشترك في المرحلة القادمة شكرا جزيلا لك كنت معنا من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق الدكتور فوزي العشماوي شكرا جزيلا لك